نستهل جولتنا بصحيفة المجاهد الجزائرية التي خصصت حيزاً كبيراً للحديث عن المقابلة الصحفية التي أجرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قناة الجزيرة القطرية وتطرق فيها لعدد القضايا الخارجية والداخلية حيث أكد الرئيس الجزائري لدى تطرقه لموقف مادريد من الصحراء الغربية أكد أنه يعتبر موقفاً فردياً من حكومة سانشازلة الحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفة سرية لا تحفيها من المسؤولية وبخصوص الوساطة الجزائرية في الأزمة الأوكرانية قال تبون إن بلاده مؤهلة للعب دور الوساطة كونها تمتلك مصدقية كافية بحكم تاريخها الطويل في فك الأزمات وعلى صحيفة يومية الشرق الأوسط اللندنية نطلع مقالاً يتطرق فيه الكاتب للخلاف القائم بين ناتنياهو وواشنطن على خلفية مشروع الاستيطان وعنوان الكاتب مقاله خلاف واشنطن ونتنياهو يتعمق على خلفية المستوطنات الصحيفة عادت للخلاف والنزاع الضائر بين الولايات المتحدة وبنيام ناتنياهو وذلك بعد إلغاء الكينيست قانون فك الارتباط الذي أخلى الكيان بمجبه أربع بؤر استيطانية شمال الضفة الغربية عام 2005 ما استدعى توبيخاً حاداً من الولايات المتحدة ومن غالبية أعضاء مجلس الأمن الذين أكدوا أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين تسعمائة وألف غير قانونية وحسب الصحيفة فقد صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من أعمان عرداً على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف أقول خريطة لإسرائيل تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية وإنكره وجود شعب فلسطيني لباريزيا الفرنسية عادت لسياسة إيمونيويل ماكرون وتوجهاته بخصوص مشروع قانون إصلاح التقاعد وكتبت ماكرون يتحمل كل شيء ففي صلب المقال تأكيد من الرئيس الفرنسي على المضي قدماً في إصلاحاته ولو كان ذلك على حساب شعبيته فلا الأزمة السياسية ولا غضب الشارع الفرنسي أثناء الرئيس ماكرون عن العدول بل وظهر بثقة أكثر من أي وقت ماذا بحسب الصحيفة صحيفة لوموند الفرنسية الأخرى تحدثت على صدر صفحتها عن الخطر الذي بات يحدق بالبشرية والعالم فبعد افتتاح أول مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المياه منذ حوالي نصف قرن ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن البشرية كسرت دورة المياه ودمرت الأنظمة البيئية ولوثت المياه الجوفية ما يعرض مليارات الأشخاص في كل أنحاء العالم للخطر صحيفة تلغارديان البريطانية مشاهدنا عادت لحادثة البرتي جايت التي تورط فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون حيث أدلى بشهادته أمام تحقيق برلماني بشأن اتهامات بتضليله المجلس بخصوص حفلات خارقت إجراءات مواجهة فيروس كورونا واعترف جونسون خلال جلسة تحقيق متلفزة بتضليل البرلمان بشأن وجود تلك التجمعات وقال إن تأكدته للنواب أن قواعد كورونا قد تم اتباعها كانت بحسنينية وليست للهروب من الخطأ الذي كان قد ارتكبه صحفة الأمريكية تمت بزيارة الرئيس الصيني إلى موسكو التي اختتمت أمس نيويورك تايمز نقلت عن شيجين بينك قوله إنه يرى إمكانات غير محدودة في التعاون الروسي الصيني كما انتهت الزيارة بتعهد الرئيسين بالعمل معا لتشكيل نظام عالمي جديد مغادرة شيجين بينك مشاهدين تزامنت مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار مواقع عسكرية قرب مدينة بخموت التي تشهد أطول معركة وأكثرها دموية منذ بداية الغزو الروسي وحول الزيارة الميدانية التي قام بها الرئيس الأوكراني نطالع على صحيفة الجمهورية اللبنانية مقالا بعنوان زيلينسكي يزور خط المواجهة قرب بخموت أوكرانيا سترد على كل الهجمات الروسية إذن زار فولوديمير زيلينسكي مواقع عسكرية قرب مدينة بخموت أين قام بمغادرة شيلي موسك؟ وزار فولوديمير زيلينسكي مواقع عسكرية قرب مدينة بخموت الواقع على خط المواجهة في شرق أوكرانيا حيث قال زيلنسكي في مداخلته اليومية بأنه سيرد على الهجمة الروسية في المقابل حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لندن من تسليم كياف ضخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب حيث سيمثل ذلك تفقما خطيرا للنزاع وسيفاقم من عمق الأزمة على حد تعبيره